اي افام بتوقيت جريميج احليم العبدالي على اي افام احلى غاديو مرحبا بكم صباح الورد والفل والياسمين على اي افام احلى راديو ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد لي من الناس اللي تسموا فينا الكل وين ما كنتوا تتبعوا فينا داخل تونس او خارجها ان شاء الله نهاركم طيب رب يعطيكم ما تتمنى وان شاء الله نهاية اسبوع موفقة للجميع اليوم اخر نهار في الجمعة نيس كولب ديت اتحذر في روحها للويكاند واحنا اليوم في الحلقة هذية باش ننطلقوا في المواضيع متاعنا واهم موضوع واول موضوع هو موضوع الهدنة الهدنة مبين اسرائيل والمقاومة تدخل حيث التنفيذ تقريبا من 25 دقيقة بتوقيت الماسابعة صباحا للمحلي لغزة اي توقيت السادسة صباحا لتونس بطبيعة الهدنة دية جات بعد مفاوضات مضمية ومفاوضات كبيرة مرسلة قناة العربية من 20 دقيقة تقول الطيران الاسرائيلي يبتعد عن سماء غزة تدريجيا والعواجل تقول الهدنة المتفق عليها بين حماس واسرائيل تدخل حيث تنفيذ الجيش الاسرائيلي جيش الاحتلالي يقول على سكان غزة البقاء في المنطقة الانسانية جنوبي القطاع هذا من 37 دقيقة في نفس الوقت فما اطلاق رشقة سواريخ على مستوطنات في غلاف غزة تقول العواجل الجيش الاحتلال يقول قبيلة شوية قبل انطلاق الهدنة تقريبا بعشر دقائق يقول شمالي قطاع غزة منطقة حرب خطيرة يمنع التجول فيها والاعلام الفلسطيني احكاء زادة منذ ساعتين على قصف قوي برشة للقوية برشة مناء القصف نفذها الاحتلال قصف مدفعي اسرائيلي عنيف جنوب غزة وشرقها قبل سريان الهدنة ليلة تقريبا من اعرف ليالي القصف وحتى على الضفة الغربية وتم البارح قبل زادة الهدنة تم اقتحام المستشفى الاندونيسي احنا قاعدين نعطيكم في الاخبار لحظة بلحظة احنا كان المفروض بشيكونوا معانا الزميل فؤاد جرادة مدير المرسلين في غزة للتلفزيون فلسطين لكن ما يمكنش الاتصال خلينا نقول لكم تصنب ناس في غزة ناس في رملة ناس في الضفة ناس في القدس في الجليل في كل بلاسة تقريبا الاتصالات ما هيش ممكنة ابدا لكن طوى الثابت واللي منشور على كل وسائل الاعلام العالمية بي بي سي سي نان قناة العربية سكاي نيوز فرانس فانتكات الكل قاعدين يقولوا ان الهدنة دخلت في الوقت المحدد لها حيز التنفيذ الهدنة هذية هي هدنة نعطيها عليها كليمتين قبل ما نتعدى الموضوع آخر لأنه تويكة بيش نشوفه في الساعات القادمة مدى احترام الهدنة هي الأربعة أيام وبش يتم فيها تبادل الأسرق المدنيين بش يخرجوا المقاومة أسرق مدنيين للاحتلال الإسرائيلي بش يسلموهم للاحتلال عن طريق معبر رفح والاحتلال بيدوروا نشر القايمة اللي بش يخرجها من الأسرق الفلسطينيين اللي هما مهماش لا أسماء بارزة في المقاومة حتى النساء مهمش أسماء بارزات لمقاومات ولا هما أسماء خلينا نقولوا يكتسيوا الخطورة الأمنية بالنسبة للجانب الاحتلال البارح إتمام بن جفير وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف كان من حكينا كيفاش أنه هو يعارض بالشدة التوجه نحو هدنا لأنه يعتبرها تكرارني نفس الفشل متاع 2011 وقت اللي تم التفاوض والتبادل مبينات المقاومة والاحتلال جلعات شاليت الجندي الاحتلال مقابل أكثر من ألف أسير فلسطيني وفي الصفقة ذيك خرج يحيى السنوار اللي تتهمه اليوم إسرائيل بأنه هو من نفذ عملية توفان الأقصى بن جفير قال أنه اليوم الفشلة ذي ما يزمش يتعاود لكن خرج البارح العشية وقال تصريح خطير ومهم برشا قال أنه بن يمين نتنياهو وعدنا بش أنه بعد ما توفى الهودنا ذي متاع أربع أيام سوف نستأنف الحرب بكل ضراوة وبكل شراسة على قطاع غزة الهودنا ذي اللي يحكيوا أطراف دولية إن هي تنجم تكون قابلة للتمديد وفما يكون حتى من المحلين والمتابعين يقول لهودنا تنجم تمشي لعشرة أيام يعني من أربع نمشيوا لعشرة أيام إلى أن تستوفي إسرائيل أخذ الأسرة المدنيين متاحة فاليوم إتمان بن جفير يقول تلقى تطمينة كبيرة من عند بن يمين نتنياهو إنه هو بش يواصل في العملية هذه العملية العسكرية يعني أكثر إحنا شفنا شنوه عملة الحرب في غزة منذ 48 نهار ولأول مرة ممكن الرصاص يهدأ في قطاع غزة من 48 نهار تخيلوا كيفيش تعديت هذه على الناس اللي هي غديكة تحت القصف وتحت الحرب وتحت الحصار والجوع والعطش وما إلى ذلك فالتصريح هذه الختير أحنا رجعنا له لأنه مؤشر زادة ختير برشا على ما ينوي الاحتلال اللي هو يعمل في الفترة اللي الجاية بعد ما توفى المهل على خطر يحب يسترجع الأسرة المدنيين متاعه لأنه بنك الأهداف اللي حكينا عليه متاع الاحتلال احنا نحكيه في كل هذه وحدنا روى خطرنا زادة الضيوف ما أمكناش أن نتصلوا بهم الزملاء من فلسطين اللي كانوا مفروض يكونوا معنا خطر كامش يكونوا معنا زميل من غزة وزميل من الضفة الغربية لأن الضفة تطورت اختيرها برشا برشا وليلة كبيرة من الملاحقات ومن المدهمات لكن الاتصالات يبدو مش ممكنة جملة مع فلسطين فقلنا العملية المبادلة هذه بشي يخطو فيها الأسرى المدنيين هذه أنا في تقديري حاجة به برشا تسليم الأسرى المدنيين من طرف المقاومة وهي حركة ذكية ونعتقد وأن هي تم الحسب معناها ما تابعت وإلا ما فهمت أن الجانب المصري لعب دور كبير في النقطة هذه لأنه نعرف أن المفاوضات كانت يخوضها كل من الجانب القطري والجانب المصري والجانب الأمريكي تسليم المدنيين هو في الحقيقة يرفع المدنيين الإسرائيليين نحكي يرفع ورقة حرج كبيرة برشا على المقاومة لأنه المعطأ اللي تم استعماله في البلاتويت في العالم الخاصة في البلاتويت الفرنسية والأمريكية والبريطانية خاصة الفرنسية أنه المقاومة تحتجز أطفال وتحتجز مدنيين وتحتجز معنتها فئات ربما غير عسكرية من المجتمع الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتسليم المقاومة للمدنيين في تقدير يترفع على نفسها حرج كبير برشا معتها بشتسلم المدنيين وبعتليك المفاوضات الكبيرة والصحيحة وأنا ذاك عليش نعتبر أنه كلام إتمام بن جفير المتطرف السهيوني الوزير الأمن ماهوش من فراغ وأنه ممكن بالحق بش يسير أنه الحرب الكبيرة بشت ما زالت بشتتواصل وبش تسير العناصر العسكرية اللي هي تتبع الجيش الاحتلال فكما قلت المقاومة اليوم بشتسلم المدنيين ترتاح من عبء معنوي كبير برشا وعبء حقوقي وإنساني وما إلى ذلك وتقعد المواجهة عسكرية الصرفة وفي هذا تطور مهم ومعتبر الحقيقة ويحسب في تكتيكيا في المفاوضة للمقاومة اليوم كيف ما قلنا الهدنة هذية برشا أطراف دولية رهو قاعدة ترهن عليها بش ربما خلال الهدوء هذية يتم محاولة التأثير على إسرائيل خاصة من أجل وأنه هو تتمدد المدة متاع الهدنة أو لماذا لا وقف إطلاق النار وليأخر بارح الانطلاق الهدنة هو طلب غريب كان من بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة الاحتلال اللي طلب من الأطراف المفاوضة أنه هي تبلغ حماس أنه هو عنده طلب من أجل أنه هو يتنقل ويدخل قابل الأسرة ويجري لقاء مع الأسرة في أماكن اعتقالهم ولا في الأماكن اللي تختارها المقاومة بطبيعة المقاومة رفضت الطلب بذي على هذيك البرح تأخرت الهدنة كانت بش تبدأ البرح بدت اليوم السرايين منذ نصف ساعة لأول مرة منذ ثمانية مهمرة وعمل الزمن وعمل الوقت في هكذا مسائل وهكذا أشياء اليوم الأول الناس لأول مرة بش تخرج في غزة وهي ميش خايفة من السوارخ مرة يبتعد الطيران الإسرائيلي على السماء سماء غزة احنا بش نتابعوا الهدنة وعمليات التسليم اكيد وانه ربما بش تصير بعد شوية لأنه الاتفاق يقول انه من اول يوم تبدأ عمليات التسليم ويوصلوا الاسراء المدنيين الاسرائيليين الى معبر رفح بش نتابعوا ويكون مواصلة المتابع في تسعين الاخبار الدولية بعد غزة القلق على الحدود الجنوبية تحديدا على الضفة الشمالية اللي تخشاها الاردن اليوم وللتصعيد الاردني يبدو واضح على الحدود الاردنية من خلال الدفع بالدبابات بقالية ثقيلة الملك عبدالله كان ولد البارح في مصر في لقاء خاص مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضفة الشمالية هي يعني الحدود الاردنية اليوم كما نحكي مخطط تهجير للشمال ودفع الفلسطينيين للهروب المصر أو الخروج قصرا المصر وبالنسبة للضفة الغربية دفعهم للهروب إلى الاردن الضفة وما تعنيه اليوم في الحرب ارتفاع وطيرة المدهمات والهجمات الإسرائيلية من الجيش ومن المستوطنين برأيك هل تنذر بفتح جبهة صراع أوسع في الضفة ضد إسرائيل أود أن أقول أن المعركة قائمة في الضفة قبل أن تبدأ في غزة المعركة يومية أصبحت في الضفة ومنذ سنوات التي يتضافر فيها الجيش الإسرائيلي مع المستوطنين الاحتياط الجاهز والذي لا يحتاج الاستدعاء لضرب الضفة الغربية كمواطنين وكمرافق وكمزارع وكمقدسات ثم جيش المستوطنين الذي يعد بمئة الألوف وبالتالي نعم نحن هنا في حالة حرب قائمة ومستمرة ولا لزوم للتوقعات أكثر من ذلك ولكن هذه الأمور لا يمكن بضغطة زر أن أتحدث سيكون هناك انتفاضة شاملة أو لا يكون إنما الأمور في تصاعد وهذا أمر طبيعي المواطنون في غير وارد السكوت إلى ما لا نهاية عن التنكيل اليومي الذي يتعرضون له من قبل المستوطنين والجيش ماذا يعني ثلاثة ألاف معتقل في شهر واحد في الضفة الغربية هذا يعني أن النشطاء جميعا أو من يمكن أن يكون نشيطا وعرضا إما للقتل أو للموحى لاحق أو الاعتقال إذن نحن حيال معركة حقيقية في الضفة الغربية واحتمالات أن تتطور إلى ما هو أوسع تظل هي الأقرب إلى التوقع يعني عمليا الجيش الإسرائيلي موجود في الضفة الضفة الغربية يعني هي مساحة واسعة من الأرض خلينا نقول ستة ألاف كيلومتر مربع غزة ثلاثمائة وخمسين كيلومتر مربع بمعنى أن هنا أضعاف مضاعفة من المساحة هنا مدن وقرى وعذا كثافة سكانية عالية وبالتالي الجيش الإسرائيلي بمعظم موجود في الضفة الغربية حرس الحدود أجهزة الأمن الشرطة المستوطنين وهذا يعني أن الكتم أنفاس الضفة من خلال هذا التواجد العسكري الواسع والإجراءات الاقتحامية والاحتلالية والقتل هذا يؤكد أن الهدف بالأساس هو الضفة الهدف السياسي الرئيسي والاستراتيجي لإسرائيل حتى من حربها على غزة هو الضفة هم يريدون ابتلاع الضفة ابتلاعا كاملا حتى أن المستوطنين أصبحوا يلقون منشورات على القرى إنه غادروا هاجروا اذهبوا إلى أي مكان لا تبقوا في هذا البلد والجيش الإسرائيلي يرجو الأمريكان رجاءا أن يخفف من قبضة على الضفة وأن يخفف من قبضة المستوطنين إذن نعم كما تقولين نحن في حالة حرب داخل الضفة الغربية وفي كل مكان من الضفة الضفة الغربية وما تعنيه في الحربة دية بش نرجو لليكستري الثاني نذكروا أنه الهدنة بدأت سباحة اليوم الجمعة تقريبا من سبعة دراج بدأت بالتوقيت المحلي في غزة على أن يليها أفراج عن دفعة أولى من الأسرم المدنيين عند حركة حماس اليوم بعد الظهر تقول موقع قناة العربية حسب ما أعلنت عليها قطر أمس الخميس بينما أكدت حماس مبادلة أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين دخلت حيزة تنفيذ الهدنة من نصف ساعة كيف ما قلنا الخامسة بتوقيت جرينيتش على أن يتم تسليم دفعة أولى من الأسر المدنيين من قطاع غزة في تمام الرابعة مساء الساعتين بتوقيت جرينيتش من يوم الجمعة في حين سيكون عدد المفرج عليهم 13 هم من النساء والأطفال المناء الإسرائيليين كما سيضموا عددا من المدنيين المفرج عنهم ليصل الإجمالي إلى خمسين على مدى أربعة أيام بوش يتم خلال أيام الهدنة جمع المعلومات حول بقية الأسرة لنظر في إمكانية أن يكون هناك أعداد أكبر يتم الأفرج عليها وبالتالي تمديد في الهدنة هدايا نذكره بطبيعة بالأخبار اللي جينات باعا وبسريان الهدنة اللي يعتبر حدث تاريخي بعد 48 نهار من الحرب بش نرجو نسمعه أهمية ما يحدث في الضفة الغربية واليوم وأنه الاحتلال هو في حرب شاملة على على فلسطين كل فلسطين فهو يعمل على الشماء على قطاع غزة ويعمل في نفس الوقت على الضفة الغربية ويجهز نفسه ربما لسيناريو شبيه بالذي يجهز له نفسه في غزة نسمعه اسم الضفة الغربية بات يتلازم مع عمليات الاعتقالات والشباكات والقتل الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين حيث وصل عدد الضحايا التي نسقطوا إلى أكثر من 200 فلسطيني بينهم مدنيون ومقاتلون من الفصال بالإضافة إلى إصابة أكثر من 2800 شخص منذ 7 أكتوبر زاد الجيش الإسرائيلي من حملة الاعتقالات ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية ليصل العدد إلى أكثر من 3035 شخص كما ازدادت حدة الاشتباكات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ولسيما في نابلس واجنين وطول كارم وتحديدا في مخيمين بلاط واجنين وتعمل القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها لمناطق الضفة على تدمير البنية التحتية عبر جرف الشوار إضافة إلى استخدام المسيرات في استهداف المقاتلين فلسطينيين الذين يردون بتفجير عبوات الناسفة ونصب كماء كما يشن المستوطنون في الضفة الغربية نجماتنا على قرى فلسطينية بعد حملة لتسليحهم واستخدامها في تلك الهجمات سمعنا التقرير هذه على الضفة الغربية تساعد عملية الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ينظر بتفجر الأوضاع قالت بي بي سي خاصة مع استمرار الحرب في غزة فإنه الأوضاع في الضفة الغربية تتوجه إلى مزيد التصعيد ما يتعدش نهار دوء ما غير ما تشهد مختلف المناطق مدهمات كبيرة برشة خاصة في الليلة هذية قبل الهدنة بساعات الجيش الإسرائيلي ينفذ في عمليات كبيرة ضد الفلسطينيين كذلك المستوطنين وخاصة كنا حكينا على ميليشيات بن جفير إتمان بن جفير وزير الأمن الإسرائيلي اللي هو سلح المئات والألاف من المستوطنين بالسلاح ويحرط فيهم باش يتبقوا عمليات أمنية فردية ولا خلينا نقولوا يقتلوا بصفة فردية وإلا يعذبوا الفلسطينيين بصفة فردية وصل عدد القتلى بالعشرات من الانهارين التالي فما أكثر من ميتين واثناش فلسطيني استشهدوا بعضهم قتلوا على يد المستوطنين وفي حين بلغ العدد الجرح أكثر من 3000 جريح وفق وزارة الصحة الفلسطينية العمليات كيف ما قلنا متواصلة ومتساعدة وتويكة فما تخوف وإنه بعد الهدنة في غزة عليش حكينا عن الضفة الغربية إنه العمليات باش تتقوى في الضفة الغربية ما تبش يركزوا معها توا باعتبار وإنه فما أربع أيام هدنة في غزة باش يتم تسليط كل المجهودات على العبث بالضفة الغربية وبتصعيد الوتيرة متاع العمليات وبالتالي فإنه المخطط متاع التدمير المجتمع الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية يمشي بصفة متوازية يعني باعتبار وإنه اليوم فما عملية عسكرية واضحة وكبيرة إنه فما حماس في القطاع غزة أي وظفة الغربية شنوه فيها في السلطة الفلسطينية اللي عندها معاهدات أمنية مع الاحتلال واللي عندها تعاون أمني مع الاحتلال واللي مسحة مع الاحتلال أوسلو 93 معاهدة السلام وما إلى ذلك فلماذا كل هذا التسعيد في الضفة الغربية فبالتالي واضح المخطط والنواية واضحة وطريقة التفكير العسكري للعدو الإسرائيلي واضحة فإنه مش على خطر حماس موجودة ولا خطر فتح موجودة وإلى الجهاد الإسلامي موجودة وإلى سرايا القدس وغيرها مناءة التشكيلة السياسية والعسكرية لكن هي هناك مخطط شامل من أجل تنفيذ عملية تهجير قصري متوازية زمنيا في غزة وفي الضفة الغربية كما قلنا غزة نحو مصر والضفة الغربية شمالا نحو الأردن باش نمشيو الموضوع آخر وبعد لك باش نرجو في المتابعة كما قلنا في 90 دقيقة لعملية الهدنة لحد الآن ماشية كما يجب فرغم أنه متعدش برشا وقت تقريبا أقل من ساعة 45 دقيقة لكن إلى حد الآن ما فماش خرق ما فماش أي شيء سلبي نتمنى وأن الهدنة هذه تنجح وتتواصل وتتطور إلى وقف إطلاق النار باعتبار وأنه حد ما ينجم ينكر وأنه الحرب الضارية هذه الخسائر متاحة كبيرة برشا المستشار السابق لباراك أوباما اللي هرسل الرجل اللي بيع في المنتوجات الحلال في نيويورك ويقوله أنت إرهابي وأنت تساند في الإرهابيين وكانت أسمع بيك المخابرات من تعبليتك بشي تجي تهزك لهنا وتقلع لك ضوافرك وكل نهار يمشيلوا معنا مش كمش مرة كل مرة يمشيلوا ويعذبوا نفسيا ويهرسلوا لا لي شيء إلا أنه يبيع في منتوجات حلال وأكثر حاجة لحقيقة توجع القلب هي الطريقة متع الراجل اللي كان يظهر وأنه هو مسالم وكان بطريقة مسالم يحبي يقنوا أنه هو يمشي بش الأمور ما تتورش ويقوله أنا قاعد نخدم على روحي هنا أنا ما نيش نساند في الإرهابيين أنت شنو أتحب هو يقوله ما نحب شيء يقوله بش تشري حاجة يقوله لا ما نيش بش نشري يقوله امشي معنى عليش قاعد لهنا فكل مرة يمشي ويعاود يرجع بش يمرثل بحالته ويهرسله ويعذبه نفسيا نعاود نذكره بالفاشي هذا العنصري مستشار برك أوباما شعمل للبائع ونرجع أنا ولدت هنا أنت إرهابي أنت تدعم الإرهاب اسمع أنا لا أدعم أحدا إذهاب أنت تدعم الإرهاب أنا أعمل هنا أنت تدعم قتل الأطفال أنت شخص فضيع أنت من يقتل الأطفال لا أنا اذهب أنت من يقتل الأطفال لا أنا اذهب أنا لا أقتل الأطفال هتعلم ماذا إذا قتلنا أربعة ألاف طفل فلسطيني فإن ذلك ليس كافيا ليس كافيا اذهب 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 يقوله هو يقوله لا أنت تدعم في القتل الأطفال البارح تم القاء القبض على المستشار هذا بعد ما انتشر الفيديو وهذا على السوشال ميديا ولقى تنديد كبير وكبير برشة على مستوى العالم وأحنا اللي هنا في بتوقيت جريميتش كنا من أول ما نتحدث على الفيديو هذية اللي هو يمثل أوضح صور العنصرية والفاشية عند البعض في المجتمعات الغربية بش منعموش لأنه راو كيف ما فما المستشار هذية السابق اللي خليني نذكر للرئيس بارك أوباما المحامي الشاب الذي صنع ربيع الدمقراطة أو ربيع الديمقراطية خليني نقوله في المنطقة في ليبيا في سوريا وما إلى ذلك وفي حاول أن يصنعوا في مصر هذية سيدة ذية مستشار متاعه مستشار متاعه اللي باقع متاع بش منعودوش نقوله نقولناه البارح باقع متاع منتوجات حلال اللي يكلوها المقيمين المسلمين والمواطنين المسلمين يعتبروا إرهابي ويمشيلوا كل نهار بش يمارس عليه التعذيب النفسي ويتوعدوا ويقولوا أنت هكا بش نعملولك وانت هكا بش يصير فيك فالبارح وبكل سرور اللي حقيقة نقولها أنه فرحانة برشا أنه العنصر هذية تم القاء القبض عليه لكن لو كان ما توثقش الفيديو هذا ولو كان ما تمش نشره على السوشيال ميديا وما حكيش عليه الإعلام وملقات روحها السلطات الأمريكية قدام الأمر الواقع أنه يلزم تتخذ الإجراء الفوري في حق مسؤول سامي في الإدارة الأمريكية سابق فإنه ما نتصورش أنه راه هذية كان بش يتعاقب لأنه فما كيف برشا في المجتمعات هذية خاصة منذ انطلاق الحرب على فلسطين واللي يعملوا في محاكم التفتيش للناس ويلاحقوا فيهم على أفكارهم ويعاقبوا فيهم لأنهم سندوا فلسطين أو أنهم سندوا الأطفال في غزة أو لأنهم يقولوا أنه هذية احتلال سهيوني غاشم وما إلى ذلك كيفما زادة تطبق المؤسسات الكبرى متاحهم المتحكمة في السوشال ميديا وفي الرأي العام وفي الأعلام تطبق في نفس الطريقة على كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنت تحط تعليق تساند فيه يفسخوك يبلوكيوك يعقبوك وما إلى ذلك فهي منظومة كاملة مترابطة في العالم بش نمشيوا الموضوع آخر ترامب جديد زيلنسكي جديد حكينا على أرجنتين بيش نرجعولها من بعد شوية فاشي جديد كل واحد شنوه يقول لكن الانتخابات التشريعية بعد وهذا يراه نحكي وعليه خطر مؤشر ومهم برشة صعود هذا اليمين المتطرف أو اليمين العنصري أو اليمين اللي عنده رؤى معينة تجاه المهاجرين ولا تجاه المسلمين ولا ما إلى ذلك في هولندا البيرح مفاجأة أخرى صعود حزب الحرية لزعيم المثير للجدل المعادي للمسلمين والمهاجرين اسمه تقرير نرجع في هولندا كان من المتوقع أن تشير استطلاعات الرأي إلى نتائج انتخابات تشريعية متقاربة إلا أن حزب خيرت فيلدرز اليميني المتطرف تغلب على كل منافسه ووفقا للاستطلاعات الأولى حصل حزب الحرية على 35 مقعدا من أصل 150 لقد سائمنا سوف نضمن عودة الهولنديين إلى الواجهة مرة أخرى وأن نحد من اللجوء والهجرة وأن يكون لدى الناس المزيد من الأموال بدلا من إنفاق عشرات المليارات على أشياء غبية ومن هو الطرف الأقدر على تحقيق هذه الأهداف أشكر كل الهولنديين على دعمهم وبعد انتهاء الحملة الانتخابية سيتعين على زعيم حزب الحرية تشكيل حكومة جديدة ودع الأحزاب الأخرى للانضمام إليه أمر صعب بالنسبة إلى البعض الذين يترددون في التحالف مع هذا الحزب اليميني المتطرف المعادي للإسلام التحالف اليساري الذي جاء في المركز الثاني يرفض تماما الانضمام إلى الائتلاف هل تعرفون في من أفكر هذا المساء؟ أفكر في كل من يشعر بالقلق ويتساءل هل ما زلت مرحبا بي هنا؟ هم الذين أفكروا فيهم وليس أنا؟ ومن بين الإجراءات الرئيسية التي اقترحها غيرت فيلدرز تنظيم استفتاء حول انضمام هولندا إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة السيطرة على الحدود الهولندية جيرت فيلدرز هذية الزعيم المثير للجدل زعيم الحزب اليميني المتطرف المناهض لإسلام والمهاجرين فاز البارح في الانتخابات التشريعية بي بي سي تقول في الموقع متاحة فوز المناهض للإسلام فمشكون يعيت له خيرت فيلدرز وفمشكون يعيت له جيرت فيلدرز لأنه كل واحد كيفش يسميه بانتصار ساحق في الانتخابات العامة الانتخابات التشريعية اليمين المتطرف المناهض للإسلام وللمهاجرين تطور دراماتيكي تقول بعض المواقع بعضها بطبيعة بعد ما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فوز حزب الحرية هذا اللي هو على رأس القائمة هذا يحسب بطبيعة النتائج الأولية اللي هي بطبيعة نتائج دويكة واللي تثبتة حصد حزب اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز اللي الزعيمة ذا يراه قاعد يعمل في برشة شعبية في هولندا وكذلك برشة مواقف مثيرة للجدل 35 مقعد من أصل 150 مقعد تتألف منها الغرفة السفلة في البرلمان الهولندي وبهذا يصبح حزب الحرية أول حزب يميني متطرف يفوز بانتخابات برلمانية في هولندا وتمثل هذه الحصة اللي فيز بها ثقل وازن راهو في مجلس النواب الهولندي اللي تنضوي تحت قبطه قوى عديدة مشتتة كيفما كنا نسمع الحزب الثاني لأتلاف اليساري وإلى غيرهم والاستطلاعات للرأي راهو كانت من مدة تتحدث على أنه فما نزعى في المجتمع الهولندي نحو اللجوء للتصويت لليمين بطبيعة وللخلين القولو حزب الحرية لجيرت فيلدرز هذا هو لمثل اليمين المتطرف اللي عنده طرحات خاصة وخاصة جدا في علاقة بملف المهاجرين نحن نعرف مثلا أنه مارك روته الوزير الرئيس الوزراء الهولندي الأكثر بقاء في السلطة كان في تونس منذ فترة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمفاوضة السامية للاتحاد الأوروبي وكان مارك روته مثلا رئيس الوزراء الهولندي كان من أكبر السياسيين الدعمين عبر العالم لتوقيع الاتفاق البروتوكولي في ملف الهجرة مع تونس اليوم صعود اليمين في البرلمان وفي الغرفة السفلة للبرلمان الهولندي بشي غير برشة موازين وبرشة حسابات على مستوى تشكيل الحكومة التوجهات العامة اليوم الحزب هذية يرفض رفضا تيمن أن هولندا تنفق أموال من أجل التصدي للمهاجرين يشتهر مثلا فيردلس عضو مجلس النواب الهولندي والسياسي الممامين المتطرف كيفما قلنا بالمواقف المتاع المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين وسبق وأن نشرت له مقاطع فيديو يسخر فيها مما قال أنه تزايد المسلمين في هولندا إذ قال أن مشاهدتهم وهم يؤدون الصلاة في طرقات هولندا يهدد بتجريد هولندا من هويتها بطبيعة هو مبعد رو فيلدرز أعتذر على التصريح هذية وتم على ما أعتقد مرة أصلا منعه من دخول لبريطانيا بسبب التصريح هذية لما أظن أو تصريح مشابه وقام بالاعتذار ومحاولة التلطيف في حاملة الانتخابية لكنه فاز فاز لأنه اليوم حتى حد ما ينكر وأنه في المجتمع الهولندي كيف ما قلنا هناك نزعة كبيرة لأقصى اليمين وبالتالي لرفض المختلف رفض المهاجرين رفض أصحاب الديانات المختلفة وتحديدا المسلمين لأنه هو فيلدرز ما يتوجهش بالنقد للديانات السماوية الأخرى ولا ما يتوجهش بالنقد ربما حتى لديانات أخرى مجديانات سماوية هو فقط تركيز متاعه على المسلمين وعلى المهاجرين وأعتقد أنه أكثر شيء على المهاجرين ربما قد يكون وزادة العرب رغم أنه مارك روتا وزير رئيس الوزراء البريطاني حاول أنه هو يرضي شوية النزعة المتطرفة في المجتمع من خلال بعض الإجراءات بما فيها الذهاب إلى مقترحات داخلية في القوانين من أجل التضييق على استقبال اللاجئين مثلا في هولندا كان مارك روتا زادة أحضاب أو تلقى انتقادات لذعة من اليسار ومن الطبقة الحققية بسبب ما سميوه نزعت مارك روتا إلى اعتماد سياسات متطرفة تجاه المهاجرين حاول بش ينقض الوضع وينقض ربما الانتخابات التشريعية ومستقبله السياسي نذكره هو أطول رئيس وزراء قعد في السلطة مارك روتا لكن اليوم جيرت فيلدرز يقلب كل الموازين وبفوز الحزب متاعه بهذه الكتلة المهمة في البرلمان فيبدو أنه هولندا سوف تذهب إلى واقع أكثر تشدد ولا أكثر تطرف أو أكثر عنصرية في المجتمع الهولندي وحتى في السياسات بخصوص أصحاب الديانات المختلفة خاصة المسلمين أو المهاجرين بش نمشيوا الموضوع آخر بش نقعد نتبقوا في الموضوع متاهولان داخل الموضوع بش نمشيوله راهوا ما يفرقش برشا على الموضوع اللي كنا نحكيوا فيه وهو سعود اليمين المتطرف خفير ميلي الرئيس الأرجنتيني المثير للجدل بدأ يعطي في التصريحات تباعا مش المدة هذه البارح اللي السباح في الإذاعة الأرجنتينية وكشف على أول وجهة بش يمشي لها وبش يتواجه لها يقول اللي هو بش يمشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعد بش يمشي لإسرائيل خفير ميلي يقول اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية وين بش يلتقي مجموعة من الحخامات غادي والزيارات اللي بش يقوم بها يقول اللي هي زيارات روحانية كان يقوم بها من قبل نذكره هذا الرئيس اللي شكل الفوز متاعه الصدمة ورجع كبيرة داخل المجتمع السياسي أو خلينا نقوله طبقة السياسية العالمية خفير ميلي جاء من خارج الأحزاب تقول بعض الجرائد مثلا العربي الجديد القطرية تقول خفير ميلي شعبوي برتبة جنون رئيسا للأرجنتين برتبة مجنون رئيسا للأرجنتين الأرجنتين اللي هي ما هيش تولى عادية رايي في القارة الأمريكية الجنوبية هي ثاني أكبر بلد جغرافي ثاني أكبر اقتصاد من بعد البرزيل اللي تنظر كما قلنا بقلق لفوز ميلي اللي هو حليف للقواء الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها أمريكا وحليفتها إسرائيل البرزيل هي في توجه آخر جملة وفي تحالف اقتصادي آخر اللي هو البريكس اللي هو تحالف مناهض لقمة مجموعة السبع تقول العرب الجديد يقول الموقع على الرغم من تشاركها مع أقرانها نمطا كلاسيكيا من المفاهيم السياسية المستندة في الأساس إلى ثلاثية الكنيسة الكاثوليكية والعسكر والنظم الزراعية إلا أن بوينوس آيروس تفوقت بأمرين أساسيين كثرت انقلاباتها العسكرية واستفحال أزماتها الاقتصادية بشكل غير مسبوق خفير ميلي جيء للأرجنتين في وضع سياسي غير مسبوق وضع اقتصادي صعيب وصعيب جدا ويبدو أن اليأس هو من صنع الرئيس هدايا حسب ما ترجح الجريدة العربي الجديد القطرية تقول اليأس صنع رئيسا في الأرجنتين نهار لحد اللي فات لكنه قد يشكل مدخلا مستقبليا للسدام بين الشعب وميلي ميلي ليس شعبويا بالمعنى المتعارف عليه مثل الرئيسين السابقين الأمريكي دونالد ترامب والبرازيلي بولسونارو بل أكثر من ذلك الأول كان حاضرا في عالم الأعمال والإعلام في واشنطن منذ عقود أما الثاني فكان جزءا من هيكلية الجيش البرازيلي في ثمانينات القرن الماضي نحكيه على بولسونارو ثم عضوا في التركيبة السياسية التي تلت مرحلة حكم الجيش في بريزيليا ميلي أكثر غرابة الوضع متاع السيدة ديا منذ أعوام قليلة كان ناق التلفزيوني كرونيكور يعني الرئيسة ديا حابت قولكم كان كرونيكور ويدلب أراءه في الاقتصاد والجنس والسياسة واصفا نفسه بأنه فوضوي وانتخب ميلي في البرامير الأرجنتيني عام 2021 لصالح حزب لالي بيرتادا أفانزا قبل أن يصل إلى الرئاسة في ظل غضب الناخبين من الفساد وسوء الإدارة إثر أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد منذ عقدين فالرئيسة ديا اللي كنا نحكي عليه الوكرونيكور السابق والرئيس الفوضوي الحالي حدد وجهته الأولى نحو أمريكا في أقرب وقت أمريكا اللي هي تقريبا العدو الاقتصادي ولا حتى السياسي خلينا نقول والخصم السياسي لمجموعة البريكس اللي تنتمي لها الجارة الكبرى للأرجنتين اللي هي البرازيل بتوقيت جرينيتش اليوم وفيت اليوم كما تعرفوا آخر حلقة نعود ونتقابله نهار اثنين إن شاء الله على نفس الغاديو في نفس الموعد نخليكم مع الجميلة جيين في أخبار التقس من بعد الأخبار وبقية برامج باي باي